أعزائي المشاهدين متابعي برنامج قضايا وأسرار يسعدني متابعتكم واتصالاتكم ومشاهدتكم لذلك نحن نسعى دائما لتقديم محتوى هدف يليك بكم دائما قضايا وأسرار من برن لصوت الحق والنزاهة والالتزام بميساق الشرف الإعلامي فنحن لا نبحث عن شهرة ولا ترندات بل نبحث عن القيمة والثقافة فلا نسلط الضوء على النقص والكسور وإنما نسعى جاهدين لأن نضع أيدينا على سبل العلاق بالنامجكم قضايا وأسرار دائما صوتكم الحر المنير ونرحب بدفنا الكريم الأستاذ مصطفى الجبالي الكاتب والروائي نورت برنامج قضايا وأسرار وكما عاهدنا بك دائما متقلق وبمناسبة نهاردة حابين كل أسرة البرنامج تقدم لك التحنئة بمناسبة زواجك شرفت برنامج قضايا وأسرار ربنا خليك يا دكتور رباب وشرف ليك ومتواجم مع حضرتك وأسرة البرنامج اللي بعتزي بيه وقناة المفضلة بالنسبة لكلنا الصحة والجمال حضرتك شرفتنا النهارة أعزائي المشاهدين عنوان حلقة النهاردة قانون الإنسانية الإنسانية التي تعني الإيثار وتمنح القدرة على التصرف والاختيار بداية زي بدء أحب أن أوجه رسالة رسالة لشخص عزيز لدي للغائبة الحاضرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أحب أن أتوجه برسالة لأمي الله يرحمها هي وجميع أمهات المسلمين وأقولها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كنت وستظلي دائما أعظم أمي لي في الوجود وأي نجاح أنا بوصله فهو كان ليكي في دور فيه ودائما في قلبي وبتمنى لك وكل المشاهدين يدعو لك بالرحمة إن شاء الله الله يرحمه أستاذ مصطفى النهاردة نعيدين نتكلم عن قانون الإنسانية وللأسف تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة حدثت وقعت جريمة هزة الشارع المصري وهي جريمة هاتكارد الطفلة المعادي الطفلة التي لم تتجاوز عمرها ست سنوات هذه الجريمة أصارت غضب الشارع المصري وأظهرت غضب شعبي عارم عن تكرار تلك المخاوف وهذه الحوادث فباعتبارك كاتب وروائي وباعتبار أن الكاتب هو مرآة المجتمع فكيف ترى رؤيتك لما حدث من هذه الواقعة المشينة وإزاي نقدر نتفادي مثل هذه الوقاعة بسم الله الرحمن الرحمن الأول حاب بس أهن الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية ومناسبة راحة الإسراء المعراج كل عامة راية طيبة والعالم العربي كله والإسلامية بخير الحاجة الثانية بمناسبة الموضوع اللي تناولته كله سيشال الميديا وبعد رسال كل الناس دلوقتي هو أنا مش هتكلم عن الشخص لأنني أحبش هتكلم عن شخص يعني فات من تحت غطاء سطر الرحمن كلنا طبعا تحت غطاء سطر الرحمن ربنا سترنا لو الغطاء ده انكشف عننا محدش فينا هيرفع عين فقارة بالناس لي بالفعل فنحمل ربنا عن نعمة السطر لأننا لسا مستورين واللي فات من تحت السطر دوت يعني من غطاء السطر ده يعني ربنا تقول لا لكن خلينا نتكلم عن لو هنتكلم عن الطفلة اللي تعرضت للضغط النفسي والوحشية اللي تعرضت لها احنا كمؤسسة بنقول ان احنا حالة زي كده بنتبناها نفسيا وإنسانيا بما ان النهاردة موضوع حاليتنا عن قناة الإنسانية دورنا كمؤسسة بلد الطيب ان احنا حالة زي كده نتولها نفسيا ونشوف ايه اللي نقصها و ايه اللي محتاجها لأن هي اكيد تعرضتها من ضغط نفسي طوال اليومين اللي فاتوا يعني وهو بالنسبة للتصرف لو هنتكلم عن التحرش تحديدا التحرش هو اللي بيرتبط بخلاص أثبت ان هو اللي بيرتبط بجهل ولا بيرتبط بتعليم اه خلاص كده اه يعني ولا حتى بمديات لو هتكلم عن حدي مثلا عشان صعوبة الجواز فتلاقي مثلا متحرش مثلا متزوج او متعلم او رجل اعمال او ربنا كرمه مثلا بأسرة مستقدة لكن هل هو مرض نفسي هل هو طبعا بيتفاوت ان هو التحرش او غريزة جوه النفس لكن في الاول في الاخر التحرش اثبت ان هو مرضيش علاقة لا بجهل ولا بقلم هو التحرش موجود وتبئت من الدماء يعني هي اعتبر ظاهرة ظاهرة مجتمعية طيب اه استاذ مصطفى جريمة الاعتداء على الاطفال هي جريمة لا يجب ولا يمكن الاغفال عنها والسكوت عنها يعبد جريمة اصلا طبع اه وافصحت هذه الجريمة عن ازدواجية في سلوك الجاني اه فاحيانا بيظهر ان هو شخص مثالي وبالعكس وفي النعال النقيد في ازدواجية في التصرف اللي هو شخص ليس عنده اي قيمة للانسانية كيف جرؤة لانتهاك عرض طفلة صغيرة يعني ما الذي دفعوه لمثل هذه الجريمة ما احنا لسه قالين يعني حضرتك شايف ان ده خلل في السلوك الاجتماعي ولا هو مرض نفسه احنا كلنا كده كباني ادم كباني بشرة لو ربنا كشف غطاء السطر بتاعه عننا هتلاقي الناس يقول ايه طب ايه اللي اكبر مصطفى هم يتصرف زي كده ايه اللي اكبر دكتور روتام يتصرف زي كده لو غطاء دا نكشف كلنا تحت غطاء السطر لو نكشف هنلاقي الاسئلة دي بتعرض لنا احنا فايه السبب ايه الدافع اللي خل الشخص زي كده يعمل كده دا منه ربنا انها نزوله لكلنا مصطورين انما هو في الاول الاخر اكيد هو مرض نفسي ولازم طبعا يرجع طبعا للسلوك والتربية والنشأة طب اعتبرنا حضرتك كاتب ايه رؤيتك يعني هل ممكن ان انت في كتاباتك تحاول ان انت تسعى او تسلط الدوق على مثل هذه الافعال الشائنة وتحاول ان انت تحط لها نقط للعلاج او ان انت مثلا تشوف ايه الكسور كان في ايه وايه النقط اللي احنا ممكن نتفادها اصلي يعني ظاهرة زي دي مش هنسيبها مش هنقول انها ظاهرة وخلاص ونسلم ونرفع الراية ونقول خلاص الظاهرة دي موجودة وخلاص مش هننسع للعلاج لا احنا ما بتقولش فيه فرق بان احنا نتكلم عن ناس فاتت من تعد قضاء السدر وفيه فرق ان احنا بنتنصل من الموضوع نفسه وراده نفسه وان احنا ما حاولش نشوف لها طرق علاج او 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 زي هو ده دور المثقفين بالظبط دور المثقفين ان هما دايما يسعوا ان هما يحاولوا ان هما يكونوا طريق النور للاخرين زي برضه قدما ان نعيشنا قضية التنمر واننا عندنا برضه قضية التحرش وفيه قضية كتير جدا في المجتمع اللي احنا بنعيشه محتاجة جدولة ومحتاجة اعادة تأهيل من اول وجديد او تكون مشاركة مجتمعية من كل المجتمع اللي احنا بنعيشه المثقفين ومتعلمين ومدرسين اه في كل المجالات الكتاب الرؤيين الشعراء كل الناس تتكاتف عشان خاطر القضية زي كده لازم يتوضع لها حد اه التسول التنمر التحرش فيه قضية كتيرة جدا وسلوكيات كتيرة جدا في مجتمعنا من خداي برنامي القضايا واسرار طبعا اكيد ده دور حضرتك ودوري ودور كل الناس اللي بتقوم بدور التنوير انها تصلت الضوء على وتشوف طرق الإلاج والعوامل وازاي نواجه دوت وازاي ما قلنا على قرون التنمر وقلنا ازاي طرق ازاي نواجه دوت وازاي الناس تتعرض لطاقة الإجابية دلوقتي بقت الظاهر الاجتماعية تحولت من ظاهرة اجتماعية تحولت لجرائم لجرائم اه خلاص ما بقتش هو فعل ورد فعل بقى جريمة دلوقتي والجريمة دلوقتي بقتنشار السوشال ميديا بقت طبعا سلوك بيتناول كل الرأي العام وهو فعلا مشيه بقودة أليس غريبا أن نسمى إنسان والإنسانية ولا نعط فينا إنسانية والله ما برضو بقولك راجع دوت لإيه برضو السلوكيات اللي اتغيرت الحاجات اللي كانت موجودة كلها زماما عن تشار السوشال ميديا بقت موجودة دلوقتي بشكل أكبر وبشكل أعمق وبشكل أخطر ودلوقتي ما خلاص لو تفتح التلفزون تلاقي الجريمة مثلا موجودة لو عندي حد معين هتلاقيها منتشرة في جميع الحياة العالم من خلال السوشال ميديا ومن خلال برضو اليوم العالم للمرأة عايزين نوجه برضو التحية والشكر للسيدة الفاضرة اللي أنقذت الطفلة ديت في الوقت المناسب فمن خلال برضو نوجه لها كل التحية والشكر والتقدير في اليوم العالم للمرأة طبعا كان مبارح أو أول مبارح فمن وجه لها الشكر على الموقف البطولي اللي هي عمله تدوت وأنقذت الطفلة طبعا يعني أنقذت الطفلة من مصير لغير معلوم بالضبط التصرف إيجابي جدا منها وفي وقت مناسب وما خافتش وطلعت ووجهت وكفية أن هي حتى الإشارة بتاعتها للكاميرا ديت يعني لا التصرف بطولي جدا يعني ستة متراجل زي ما بيقول حضرتك شايف أن الدراما لها دور في وجود مثل هذه المشاكل الاجتماعية لو هنتطرق بقى للدراما باعتبارك برضو من زولة النكات لو هنتطرق للدراما والله ما أنتشار برضو الدراما مؤخرا من تناول المطاوي والسلاح والمخدرات والبودرة والألفاز اللي بقيت ما يسموها عدت على كل طفل صغير بيسمحها غير زمان يعني إحنا لو نبص زمان لو حضرتك ترجم عبت زكرة كده فلاش باك ولو فيه فيلم مثلا شغال وفيه مثلا قبلة أو فيه حاجة كانت الناس بيتكزف وتبص على الشاشة دلوقتي لا الألفاز والناس بقيت تاخد البطل البلطاجي نموذج لها من غير نتطرق لأسماء طبعا الناس كلها على دماغنا ومحترمة طبعا بس الناس بقيت تاخد البطل البلطاجي أو البطل اللي هو بيسمى نفسه واو أو أي لقب بيطلقه على نفسه أصبح قدوة ونموذج لأطفال كتير طفعا أنت مستنيع إيه لما الدراما تقدم لك كده مش كل الدراما طبعا فيه دراما طبعا جميلة جدا أكيد فيه دراما بناءة آه لا فيه طبعا دراما بناءة جدا وقضايا بتناقشها الدراما بشكل جميل جدا رجعنا عن دور الأسرة تاني من خلال المسلسلات جميلة جدا يعني بينا نشوفها مؤخرا دور الأسرة رجع تاني ياريت نرجع بقى الآن بقى الشهد والدموع بقى وأياما المال والبنون والدراما الجميلة بتاع الزمان وأياما اللي هي بتعبر عن قيم اجتماعية بتحاول ناتونير عقول المشاهدين لكن أنا لما جيب بقى البطل ويطلع بشكل متكرر بلطجة 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 طب أنت الناشئ كله بتعلم منك واخدت قدوة ليه طبما لما جيب حاجة زي كده مستنى إيه غير التحرش والتنمر والألفاظ أستاذ مصطفى باعتبارك ممثل لمؤسسة البلد الطيبة وهي مؤسسة خيرية ولها مزيد من الفعاليات في تقديم الندوات والمشاركة المجتمعية هل المفروض أن نزود من تلك الفعاليات لتخطي هذه المساوئ ونحاول إن احنا نعمل ندوات ثقافية لتوعية الشباب أولا رقم واحد توعية اللي ممكن نعمل ندوات حتى لو في الشارع ندوات مفتوحة إن احنا على الأساس إن احنا نحاول نغير المفهوم الاجتماعي احنا مش هنفضل هنحط رأسنا في الرأس احنا والله بالفعل احنا بنقوم بالدور دوت وبرضو الحج حمر عشور كان بيأكد دايما احنا حاليا إن شاء الله المؤسسة هيكون زي ما قلنا كذا مرة وفي كذا برنامج إنها يكون لها مقر في كل محافظات مصر علشان خاطر الوعي والثقافة والخدمة تبقى متاحة لكل فرض في محافظته فاحنا بدورنا إن شاء الله بننصق وبنرتب إن احنا إن شاء الله يكون فينا الندوات هنرجع تاني المكتبة المتنقلة تاني في الشارع اللي هي كل واحدة نحن افتقدناها من خلال استعارة الكتب كتب مجانية كتب بتخفضات الكتب القيمة وهتلاقي في كتب مجانية جدا هنرجع تاني بقى حتة الاستعار فاكرة زمان استعارة الكتب بتغدية وترجعة تاني ده هنرجع تاني برضو من خلال المؤسسة محتاجين نرجع دور الصفا العودة لبناء العقل وتغذيته بالضبط طيب أستاذ مصطفى دلوقت لو قلنا إن المؤسسة كمؤسسة خدمية اجتماعية هل من الممكن إنها يعني تكون لها دور أكتر فعالية في علاج هذه المشاكل بإنها مثلا تدعو تشوف مثلا أو تعمل بحث اجتماعي على الأسر اللي هي شايفة إنها مثلا فيها زيادة عدد أطفال زيادة كلها في الداخل بنعمل ده فعلا وتحاول إن هو مثلا هي دي اللي تبنلهم تغير من ثقافتهم لا إحنا من شهرين ثلاثة وإحنا في إجراءات التأسيس إحنا شغالين بده فعلا شغالين في دوت وإحنا تحت التأسيس إن إحنا عملنا أكتر من مقر لزوء الهمى والاحتاجات الخاصة وفضنانا كل الصبر المتاحة لهم والحمد لله العلاج والمقر والرعاية والأدوات والكراسة المتحركة والأدوات من خلال ناس قائمة على فريق الأمر والتحدي طبعا بجريم كل الشكر والتحية والتأدير أستاذ الناس القائمين في فريق الأمر والتحدي طبعا هيكل إياه طبعا يعني إن شاء الله حلقات أقول فيهم كل أسماءهم أحترام طبعا لحفظ الأسماء لحين ورقة تأسيس ما يطلع يعني لحين ورقة التأسيس ما يظهر هنقول إن شاء الله كل الأسماء لكن تحية لكل فريق القامة الأمر والتحدي وتحية للمؤسسة البرد الطيب المهتمية جدا جدا بزور احتراكات الخاصة والمقر بتاعهم زي موتيك قبل كده متلازم الدول زويل همم كلهم باهتمام بقى بالمواهب بتاعتهم برعايتهم العلاجية والمواهب اللي عندهم وكل شيء وفرنا رأيك لو الجريمة دي الجريمة البشعة دي لو وقعت على زويل همم هنا بالتأثير النفسي بالمؤسسة ممكن تعالجه ازاي؟ لا احنا مش عايزين نصنف الأمور التحرش هو التحرش تحرش أي كم من يتعرض لي لا انا بقولك دوركم في المؤسسة طبعا هنا مش هنصنف لو لك بيكون أصعب لا لا مش قصة كده قصة إن لو في حالة زي الطفل اللي تعالجتها إن شاء الله تتبنىها نفسيا ولو في حاجة ممكن تقوم بيها مثلا كمساعدة كشيء هتقوم بيه مش هتأثر في كده الفرق بس من زويل همم إن إحنا كده كده هو إحنا بنراه وبنهتم بيه ومفرر لكل شيء لو لو قدر الله بعد الشر يعني اتعرض لموقف سيء زي كده أو زي اللي حصل للطفلة ديت أكيد طبعا الإمام بشكل الاهتمام بشكل مختلف يعني بالنسبة طبعا أنه مش مدرك قوي أو حيث الاستعاب عنده برضو مش هي لأن في حالات عندنا على فكرة في الفريق دوت حالات لا تستحق القاءة ضوء عندنا نمازج في أطفال في المؤسسة وفي لها حالات خاصة جدا إن شاء الله في مرة كده أجيبهم معي حتى لو اتنين أو تلاتة يظهروا في حالات تستحق القاءة ضوء فعلا بعد حدوث هذه الوقت اتجهت كل مواقع السوشيال ميديا واتجهت كل وسائل الإعلام لتوجيه الأسر لأنها رقم واحد في الحفاظ على الأطفال لوضع قواعد أسرية لحماية أطفال لكن هنا إحنا عمدنا مشكلة أكبر وأخطر دلوقت لما إحنا الأسرة اللي فيها أب وأمه هيقدروا يوفروا لأبنائهم الحماية اللازمة والوعي أنهم يتجنبوا مثل هذه الحوادث أو يكونوا مصدر والسد الحصين لحمايتهم طيب بالنسبة بقى الأطفال اللي موجودين في الشارع اللي بدون رقيب وبدون حماية وبدون أماء وهم العرض المعرضون مش هنقول بقى بالدرجة الأولى لأنه أصبح كل المعرض لمثلة الكالجارين بوسي عدرتك لما قلت لك قبل كده في حلقة من الحلقات أن المؤسسة بتتبنى قضايا كتير وبتركز عليها يعني أنت لو ما أكلنا المرة اللي فاتت عن الأطفال اللي هم أطفال الشوارع واختلافنا في المسمى إذا كانت بناماءه على أطفال الشوارع راجع للتسول تمام؟ لو ترتبط بالطفلة دي كانت بيعات مناديل بالفعل تمام؟ بيعات مناديل اللي بعدها هتلاقيها مثلا بتتعرض التنمر تمام؟ بعدين التحرش هتلاقي الثلاث قضايا دول مرتبطين يعني جايين بتتديك كده واربعا فإحنا محتاجين نواجه كل السلوكيات دي من أطفال شوارع من تنمر بيواجهوه من تحرش بيتعرضه لي فلا إحنا محتاجين نواجه كل القضايا دي نواجهها وما نتكسفش وإن إحنا عندنا مشكلة أو عندنا مشكلة في مجتمعنا ما بقتش مشكلة جهن أو تخلق بقت مشكلة نفسية يعني موضوع التحرش وهاتك كده واربعا هو مشكلة عالمية ما تكتصرش فقط على دولة معينة مراجع لإيه بقى لو كنا نقول مثلا صعوبة الجواز أو مثلا الجهل أو بتاع دي نموذج هل الحرب التكنولوجية لها دور كبير في هذه التوخل هذه المشاكل؟ لا ما أعتقدش هو في الأول وآخر أنا شاف أنه مرض نفسي هديك يعني النموذج مش عايز برضا رجع لحتة الشخص دوت بس هو مرض نفسي واحد بقولك متزوج ومتعلم وميسور ماديا إيه اللي نقصك؟ إيه اللي لو أنت عندك خلال نفسي فعلا وزوجيا في الشخصية بتاعتك شاف إيه في طفلة صغيرة زي دي علشان يستهوي إن هو يرتكب مثل هذه الفعل الحق غير المرض النفسي وهل هو ابن من ربنا بقى عشقات ربنا يرفع عنه غطاء الستر ده الحمد للزعفان يعني عميت البصيرة وفسدت فهل إنعدامه ضميء وراء هذا الخلل؟ المرض النفسي حتى لو الضمير معدوم برضو ما حدش هيجينه برضو الوحشية والقذارة إنه يفعل يعمل كده يعني وفي مدخل يعني وفي مكان بقى بقاش حتى مكسوفه عايز يعمل ده فين؟ الولا الست البطلة دي اللي أنقذت الموقف لا هو الحمد لله تم القبض عليه هو في انتظار لتحقيقات النيابة لتكييف الوقع هي إن شاء الله أكيد لازم هتتكييف في هادك عربي لا هو الحمد لله اللي نحمد ربنا إيبان هو تمسك والحمد لله يعني إيه إنه هو مش معدوش عالي من 18 سنة الطفلة ستة سنوات لا هو الحمد لله مش قلق عشان أعلي بالعقوب طبعا إيه لا تلك الوقع هيكون فيها تغليز للعقوبة لأن الطفلة الطفلة كمان ستة سنوات يعني تحت السن فهنا القانون العقوبات بيغلز العقوبة لمن وقعت عليهم مثل هذه الجريمة لمن تحت السن لا يبت ومارك في مدينة بقى مثل المستشارة طبعا المحبية انت قادرة مني بالجزية دي شكرا أستاذ مصطفى طيب احنا بما اننا بنتكلم في موضوع حلقتنا عن قانون الإنسانية هل كمنظور عام ورؤية في بعض البشر هل ماتت بالفعل الإنسانية داخل نفسهم لا كما قال الرسول الله عزيز السلام الخير في أمتي إلى يوم الدين الخير موجود وحيفضر مستمر إلى يوم القيامة هو طريقي من بداية الخليق وموجودين الخير والشر مهما كان الشر انتشر ومهما كان الفساد كتر في قلوب الناس بس الإنسانية موجودة وخير موجود اليوم الدين محتاجين بس ان احنا نواجه السلوكات الوحشة دي بكل الطرق من خلال كلنا نتكاتف كل واحد ليه دور إيجابي في المجتمع يقدمه علشان يواجه السلوكيات اللي احنا بنرفضها كلنا والمجتمعنا بنرفضها وان شاء الله الخير مستمر إن شاء الله مهما الشر كتر لكن برضو الخير مستمر وان شاء الله يعني محتاجين برضو العقاب يكون رادع زي ما ننصق طبعا في القانون دولتنا ومؤسساتها وارموزها كلهم متأكدين إن العقاب هيكون هيش غالين لقدنا الغضب الشرع المصري لإحنا بنفعل الشرع المصري نحن نمشي الحالة ونسيبها لا إحنا قدرنا كمؤسسة احنا حالة زي كده نمتعدين على الهواء مباشرة إن نحن نزبنى الحالة ديت حضرتك بما إنك مسؤول عن المؤسسة بتتبنى الطفلة علاجها نفسيا والحجي محمد عشور أكد تواصلت معاه المشكورا وقلت له إن إحنا لو فيه إمكانين إحنا نتبنى أقلي طبعا إحنا بنمد إيدينا ومش بتأخرين جدا ولو فيه إمكانين إحنا نساعدة بأي شيء من خلال منبرنا بنعلن من خلال برنامج قضايا وأسرار إن مؤسسة البلد الطيب سوف تتبنى حالة الطفلة الصغيرة طفلة ضحية المعادي وإن شاء الله تتنال مزيد من الرعاية النفسية والرعاية الاجتماعية وطبعا بنشكر على هذا المجهود الرائع مؤسسة البلد الطيب وخصوصا إحنا عرفنا إن هي بيئات مناديل فأكيد ظروفها المادية صعبة فهنشوف إيه هو استغل إحنا هنتواصل إن شاء الله ونحاول نوصل استغل هذه الظروف هو قالك بجنيه يعني الواقع لكن الصدراجة بجنيه وهي طفلة لا تعلم ولا تدرك فإحنا إن شاء الله هنشوف إيه اللي نقصد بالضبط وإيه اللي ممكن نقدر نقدم وإن خالقها مؤسسة بس إنا تواصل ونوصل إن شاء الله حد يوصلنا لها إن شاء الله نتواصل معها لو في إمكانية من خلال برنامج وعركاب برنامج اللي التواصل معي يري أني حد يعرف هذه الطفلة يتواصل معايا وإن شاء الله المؤسسة مش يتأخر أبداً وإحنا مش هتأخر عنها أبداً أبداً في أي شيء فمن خلال برنامج يتواصل معنا لو حد يعرف طريقة فين بس ويدلينا بس عليها طيب أنا برضو أحب أن أنا أعلن من خلال برنامجي إن إحنا نستقبل حالات اجتماعية والمؤسسة الرعبة يعني طيب ما فيش مشكلة خالص طيب أنا طبعاً الحلقة تستحق طبعاً مش هتأخر مش عايزة الحلقة تخلص مننا من غير ما تمتعنا بقصيدة من قصائد حضرتك كالعادة يعني ربنا خليك يا فاني طيب نلحق نقول بقى حاجة سريعاً كده نقول وانت خارج من دلوق هيك برضو قصيدة عمية مش حابين برضو إيه نبقى على المسك يا ربنا خليك يا تتسلم يا رب بتقول وانت خارج من دلوعي اسحب الشوق بالبطيء واحتفل من غير شموعي لو كان قلبك يطيء يلي اسمي محفور في ذاتك صعب تنسى أنا أبقى مين أنا أنفاسي ناسيم حياتك ومن حياتي هتعيش لمين هتتوتر وتتلغبط تقول معلش وتتأسف وتتنهد تقول مقصدش وترجع تلاقي حضن مستنيك فنوس سحري يقول شبيك عرفها الغيرة بتتبح فيك عرفها حبيبي مش بأيديك بس سفهم أني قلبي شريك وهتعيني كده في عينيك هتلاقي الظنون أوهام وتتحول الألام لغرام بلاش تلعب بنار الغيرة وترجع تشكي من حريق يسيدي غير علي بس سوعة تشك فيها لأن في الآخر أكيد هطلع بريك ما شاء الله جميلة جدا وبنحييك على القاء الرائع ودايما قصائدك وكتاباتك تكون لها دور فعال في علاج وتصدي لمثل هذه المشاكل الاجتماعية أحب أسأل حضرتك سؤال أخير قبل برضو من الحلقة تخلص هل الشعور بالقوة والإشباع رغبة رغبة معينة لدى أشخاص معينين بيكون عندهم حب التسلط هل ده بيتيح أنه يدمر إنسان نفسيا كما حدث إحنا طبعا مركزين النهاردة على حدثة واقعة الطفلة الصغيرة لأنها هزت زي ما قلنا الموضوع عموما هل رغبته في الحب السيطرة والتملك هو اللي دفع قيام ما خلهوش يراعي نفسيتها أو ما خلهوش يراعي إنه هو بيعتدي على البراءة نفسها براءة أسنى معنيها بس هو أولا وفي الأول خلالنا نكون متفقية بس إن الشخص مثلا أيا كان اللي مش عايزيني نتطرق له بس هو أكيد بيعاني من مرض نفسي ده خلال نفسي رهيب لكن في الأول وآخر برضو كلنا تحت غطاء الستر ربنا سترنا ربنا يكملها بالستر ومن فات من تحت الستر فهو عند ربنا نشكر حضرتك ونظرا لديك الوقت استمتعنا بالحديث معاك واستمتعنا بقصائدك ودائما تكون معنا في قضايا وأسرار شكرا لكم وساعدت بمتابعتكم وأتمنى أن أنا أكون قدمت لكم محتوى هادف ومزيد من حلقات برنامجكم قضايا وأسرار شكرا موسيقى 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 اشتركوا في القناة